السلام عليكم ورحبا بكم معي في قناة حلويات اسمائلي ومشاء الله سنقدم لكم واحدة تشكيلة الحلويات الاتاي القهوة التي نشربها كل نهار فلا كنت نصور هذه الحلويات قلت نصور بشيء حلوة الدار وما فيها بس نتقاسم معكم الوصفات هذه اللي بساط بساط بزاف وكي يجيوا حلويات الداد اللي يبغيها يشربوها مع قهوة نتمنى الوصفات اليوم او الوصفات هنا لأجابكم وفرجة ممتعة اذا على بركة الله نبدأ مع اول حلوة اللي غدي تكون على شكل غريبة فقد ناخد هنا نصف رابعة ديال الزبدة او ميو خمس وعشرين جرام ديال الزبدة انا دابت لي واحدة شوية لكي يمشي مشكل غدي نزيد عليها واحدة الكاس ديال السكر غلاسة أو سكر نعم تقدروا تخدموه بالساندة غير هي كتجيها كشوية حرشة في الماكلة او ممكن تاخدوه يعني سكر ساني ضوط طحنوه شوية غدي نحاول انا نخدم كل شي غدي نزيدو حشوية ديال الملحة والفاني وغدي نخدم كل شي حتى كينساج مجيدا ومن بعد عاد كنزيد واحد الكاس اللي رابعة ديال الزيت نباتي وانا انا خدمت بالزبدة ديال العبار انا خدمتو بالمارغارين يعني بغيتو حلوة اقتصادية اكتر غدي نديرو كاس كامل جل زيت نباتية لانه يعني احنا عارفين الزبدة الحيوانية كيكون فيها نسبة دهون كبيرة فكيف ما قلت ممكن تستعملوا المارغارين يعني كتجيزوينة ولكن الماداك كيكون مختلف بطبيعة الحال غدي نزيد جل بيضات وانا نكمل كنخلط وغدي نزيد خمارة ونصف ديال الحلوة واحد الكاس ديال بودرة الكريم باتيسيار اللي يمكن لكم تعودوها بكاس ديال نجا نبدأ نجمع العجين ديالي شوية بشوية دقيق خاص بالحلويات حتى كتجمع عندي عجين اللي كتكون رطبة دائما هنا ما غدش نحدد لكم كمية ديال الدقيق الحسب الدقيق هو الحسب الزبدة اللي غدي تستعملوا وحتى الحرارة ديال الزبدة يعني اللي غدي تستعملوا فعنا مثلا عندي الزبدة شوية جارية او شوية دايبة فالعجين اخصنين جمحتكم مرخوفة لانها ما زال غدي تمسك من بعد وبطبيعة الحل العجين ديال الحلوة دائما نجمعوها خفيفة انها محدها كتجلس وهي كتشرب او دقيق كيشرب صافي ان كما كتشوفو جمعة العجين ديالي كتجيب حل هكا هذه البودرة كريم باتي سير كتطيها واحد اللون زوين غدي نغطيها بلاستيك وندوز مباشرة باش غدي نشكلها انا هاد الحلوة غدي نديرها هكا عادية بشكل دائري على شكل غريبة فانا غدي ندير فيها 20 غرام تقريبا مش ضرور انه كنت وزنين غير كان كيعجبنين هنوز للحلوة مهم كان ندير فيها 20 غرام ونحاول انا نبسطها واحد شوية ما بين يديها ونوضحها في لطاة الفران دائما بعده حلوة جينا لانها فيها خميرة وغادي تنفخها من بدا بالنسبة للزين دائري بالنسبة للزين دائري حلوة قادي ندهنها بالحليب الا بغيتو ممكن ندهنوها حتى بالبلبط انا قادي ندهنها غير الحليب ونحلي بكاعتها واحد اللماء عن زوين واحد اللون يعني محمرته هو بحل البد او مشي تماما بحل البد المهم كيعطها واحد اللون زوين بالنسبة للزين غادي نستعمل شوية الكوكو محمرة ومهرمش وغادي نحاول انه نزين باهم نضغط واحد شوية باش كيشدليع في ذيك الحلوة ما تخافوش انا وخاك اديروا كوكو محمرة ما غاديش تحرق لكم في الفران حسن ما كديروه خضر يعني ما كيتحمرش صافي في هدل اثناء الفران ديالي كيكم شعلك يسخن غادي ندخلها الفران صخون الى بغيتوها جي مشققة كيفما جات في حل ديالي كديروها فلوس ديال الفران نرشع للفق والتحت او اللا كت يعني طيبوها طياب عادي على واحد النار اللي كتكون مهيلة باش جيكم يعني غريبة بلا تشققات ندوزل الحلوات الثانية غادي نستعمل نفس القصرية بطبيعة الحال غادي نكمل غير كالمسحة من البقايا وهنا عندي الزبدة دائما ميخوش عشرين كرام ديال الزبدة وكاس ديال السكار غلاسي ودائما تقدروا تتحكموا في الحلاوة نقصوا او زيدوا كيفما يبغيتو هنا زل الزبدة ديال كاوكاو او زبدة ديال الفوز السوداني دوبتها شوية وستعملتها تقدروا تديروا كاوكاو محمر الى ما كانتش عندكم طحنوهم زيان وستعملوه تقريبا ندرت هنا نصف كاس ديال هاد الزبدة ديال الكاوكاو انا يعني كانت متوفر عندي جاهزة فاستعملتها تقدروا كيفما قلت تحنو كاوكاو مزيان وستعملوه رشاد ديال القرفة رشاد ديال الملحة ودائما الباني القرفة اختيارية لما كتاج بكمش الماداق ديالها ولكن كيجي الماداق زوين مع ديال الكاوكاو سوف نخدم كل شيء مزيان حتى كينساجموا هاد المكونات مع بعضياتهم موسيقى 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 كان رجع نزيد الزيت وكان خلط في هات المرحلة كان زيده بيضة انا نزيد ودرت الخمارة قبل ما نزيد البيض ولكن توا ما استعملوا او زيدوا البيضة للول وخلطوا عدد ديالك الساعة يعني ضيفوا الخميرة والمكونات الجافة فكان ضيف بيضة وحدة والخميرة ديال الحلوة ونبدأ نجمع بالتقيق دائما جينا اللي كتكون مطلوقة او مرخوفة الاشياء موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة يعني هكا اشكال سهلة بزاف ما تحتش يعني ما كتاخدش الوقت هكا كنتلقوا العجينة دينا نقطوها بقطاعة يعني ونستفوها في اللاطة كيف ما كنتشوفو هنا كنتلقى العجينة دينا غليظة واحد شوية تابت الحال ما تكوش غليظة كتر من القياس وناخد قطاعة من شكل اللي بغيت أنا غضي نستعمل قطاعة هكا على شكل دائري وردة ونهزو القطاع ونوضعوهم في اللاطة دينا الفران ونكملو بنفس طريقة مع العجين تكن سريو الكمية اللي لعننا وحتى نعمرو اللاطة هادي الحلوة غادي زيينها بالبيض صفر دينا البيض كنخلطو دائما مع الحليب اولا كديروا بيضة كاملة اولا تديروا البيض مع شو دينا نسكافي بقى لكم الاختيار انا كيعجبنين اللون اللي كيطي صفر دينا البيض مع الحليب كندهن الحلوة ومن بعد غادي تزيينها بال باللوز ايفيلي وندخلها للفران طيب بنسبة للطياب دائما وحنالك تكون مهيلة ونخليها على خطر خطرها باش تجيني طيبة مزيان مل داخل محمرة ومقرملة واللوم دينا كيجي موحد دائما الحلوة كنطيبها على اقل اا يعني نار ممكنة طبيعة الحال مشي اقل نار المهم كنطيبوها على نار اللي كتكون مهيلة بشكتب على خطرها وكتعطيني نتيجة زمينة حلوة مقرمشة طيبة مزيان ولديدة اخر حلوة غدي ندروها بالفرباج وما غدش يكون فيها على البيض للناس اللي ميكي يبغيوش البيض او عندهم حساسية من البيض اا فغدي نحتاجوا فيها سكار غلاسي اا زبطات ايمن شوية دال الفاني والملحة وعندي هنا 4 قطاع ليل الجمب المتلد كنخدم كل شي ومن بداية غادي نزيد الزيت ق Valentine نصف كاسنتاز زيت اذا كنتو غاضيتستعملوا المارغارين غاضيتستعملوا كاس لرب ديالزيت من اللي خدمت كل شي مزيان غادي نزيد واحد المعلقة كبيرة عامرة من اليوغورت طبيعي يلي قاد تعود ليها ذاك البيض باش كي اعتري ذاك ذاك تقرميشة في الحلوة ديالي ما جينيش مرموها بحال شكل ديال الغريبة غادي لنا نخلط حتى تنساجم كنزيد واحد شوية ديال الخمارة كنزيد غير واحد التقريبة ربع معلقة صغيرة ما كنديرش بساف هادي حلوة ديالي كدجي شوية مقرمشة وهنا غادي نزيد الانشاء نصف كاز ديال الانشاء اللي كيبقى اختياري ما بغتوش ديرو انشاء يعني او ما كاشين تكون ممكن تستغناء وليه ونجمع بالطقيق دائما لعجينة كتكون رطبة طريقة باش غادي نشكلها ديال الحلوة غادي نشكلها كويرات غادي نضغط عليهم مزيان وغادي نرشمهم بها الطابع ولا استعملوا الطابع اللي كيعجبكم وفي الواسات غادي نديرها كا او نضغط بشي حاجة باش غادي نعمل فيها المربى من بعد فبحلقة كنكمل وكيف ما قلت ممكن تستعملوا اي طابع من الرغبة ديالكم طابع هنا ساليت غادي ندخلها الفران اه تكتب واتتحمر على خاطرها بطبيعة الحال بالنسبة للحشوة غادي نستعمل اه لكم فيه توجي المشماش اللي كنطيبوه معه شوية ديال السكر على نار اه مهيلة ونخليتها كيغلاء وكيتشرب دا كل ما دياله باش هكما كيبقاش يسيح من بعد وكيبقاش هدليه في الحلوة طبية الحال ما تطيبوش كتر من اللقياس يعني اسبخي وضعت لكم طريقة غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف اه غادي نكمل بحال هكا وصافي كيكون الحلويات ديالي اه اليومية جاهزين بساط بزاف المكونات بساط في الطريقة ديال التحضير والمضاق اللي بزاف تستمتعوا فيهم هكا مع القهوة ديال اشياء اه رائعين جدا اه اكيد غادي نوريكم القوام ديال كل حلوة كيفاش كيجي كيجي وللدات كيف ما قلت وحشاش كانت من الوصفة ديال اليوم الوصفات يكونون له اعجابكم اتمنى انكم تزربوه من العجبكم ما تنسوش كمالعادة يرجع مشتركوا بالقناة وايضا فعلوا الجرس بشيب قيصلكم دائم الجديد ديالي من الوصفات ودخلوش عليها بتعليق ديالكم وارأكم وايضا اقترحات كومنيكات همني دائبا شكرا متزاف للمتابعة ونتلقى فيديو جديد انساء الله